لما نطلب أو نسأل أو نحط علامة استفهام ننتظر الردود المنطقية على علامات الاستفهام هل حضراتكم اللي انتقاطوا قناة النادي الاهلي أو موزيع قناة النادي الاهلي لقيتوا إجابات منطقية على الأسئلة اللي احنا طرحناها ما حصلش ومحدش رد لا كابتن ميدو ولا كابتن متحة شالبي ولا أي حد من التعرض بالهجوم على قناة النادي الاهلي مبارح كابتن رابي ياسين بالمناسبة كان ليه موقف لحقاكم تتذكره منتخب الشباب كابتن رابي ياسين والمشكلة بتاعت كورونا والاستبعاد مصر من تصفياته وإلى آخره وتم إحالة الموضوع بالكامل للتحقيق وتم إتقالة كابتن رابي ياسين هل مش من حق النادي الاهلي انه يطالب بالتحقيق في وقعة زي دي مين يتحمل كلفة مشاركة أيمن أشرف مع المنتخب وهو فيه تقارير طبية من نادي الاهلي بتقول انه هو مصاب وفيه تقارير من الجهاز الطبي للمنتخب مصر بيقول انه هو مصاب وانه إصابته تتجدد أو تستجدد يعني لقدر الله لقدر الله بعد ألف شهر ده ما نتمنهوش على الإطلاق لكن إصابته تتضاعف بتيجية المشاركة دي مين يتحمل المسؤولية ومين يدفع التمن السؤال الأهم ليه حضرتكم ما سألتوش ان فيه لعيبة بعينها أبلغت الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأنها مجهدة وعندها جات في العضلة الخلفية أو عندها مش عارف شد في يعني شفعي كده فتمت الاستجابة لمطالبهم بعد من الانضمام للمنتخب المصري التفرقة في المعاملة التجاوز في التعامل مع العيب عن العيب تاني مين يحسب عليه مسؤولية مين كلها أسئلة منطقية الحقيقة كنت أنتظر الرد عليها لكن الحقيقة اتحولت لعركة وده ده لا منهجنا ولا أسلوبنا رد ده للتوضيح في المقام الأول والأخير لجمهور النادي الأهلي أكتر من غيره إحنا في القناة سياستنا واضحة ومنهجنا واضح من اليوم الأول إحنا لن نتعرض للآخرين على الإطلاق وفي وقت من الأوقات الحقيقة إحنا بنبقى كجمهور قبل من نكون كمقدمة برامج في قناة النادي الأهلي عندنا الغيرة وعندنا الحماس إن إحنا نرد على كتير من التجاوزات لكن سياست القناة في أوقات كتير جدا بتمنعنا جمهورنا في وقت من الأوقات بيلومنا في بعض الأوقات جمهور النادي الأهلي العريض بيلوم مقدم برامج النادي الأهلي إنهم ما بيردوش لكن ده سياسة محطة سياسة قناة سياسة النادي الأهلي فكرة الدخول في حروب تشغلنا أو تشتتنا عن تحقيق أهدافنا ما يبدأ مرفوض بالنسبة لنا وده لو حضراتكم تفتكروا واحد من أهم المبادئ اللي رفعتها كشعار إدارة النادي الأهلي مبادئ والحفاظ على المبادئ اللي بيترجم في مواقف وبيترجم في أفعال مش مجرد شعارات نحن لا نبحث عن الترند ونحن لا نبحث عن الشهرة ونحن لا نبحث عن الحرب وحالة الجدل إحنا اللي بيهمنا واللي بيحركنا مصلحة النادي الأهلي أتمنى أتمنى أن رسالة تكون ماضحة فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة ترجمة نانسي قنقر